رمضاني 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 سواء كان في الثريد في الهريس في بعض الطبخات اللحم هو وجبة رئيسية أو أساسية بالنسبة له القطر في شهر رمضان المبارك خلكم ويانا راح نتواصل من سوق الغنم في السوق المركزي مع بعض المواطنين ونشوف آراءهم في الأسعار وما طرح من خلال مؤسسات الحكومية والحين عزاء المشاهدين نحن متواجدين في معرض لهالي للحلال والسنة بكل تأكيد وكما هو الحال كل سنة وزارة الاقتصاد وأيضا الثروة الحيوانية ومن ضمنها المواشي أو نقول شركة إيدام تعرض كثير من المواشي لشهر رمضان المبارك لكن في هذه اللحظات راح ألتقي مع أحد إخواننا اللي أعتقد أنه شرأ أو بيشتري خللنا نتعرف عليه ونشوف الشرأ من السوق يا مرحبا يا أخوي يا مرحبا نتعرف عليك طال عمرك أمتها بن حمد بن خصوان ناجي نعم أبو حمد شريت من السوق شيء من الحلال خذنا مننا من الدعم نعم وعلى ثلاثة همامية وعلى تسعمية وخمسين نعم وخلفان طيبة وما يدعوه ما الله يطول عمر الأمير آمين منه ونأخذ منها حق شهر رمضان المبارك نعم نشوف الحين يعني هذا واحد من الحلال طيبة 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 يعني شيكت عليها قبل لا تشتري كلها طيبة نعم كلها ما فيها كلام بو حمد يعني شلي يفرق نقول المعروض من الشركة الوطنية عن اللي معروض في السوق والله السوق فيه على الفمية وفيه على الف أهلية بعد وهذه على ثمامية وخمسين وتسبع وخمسين وكبار وطيبة نعم لكن لو فصلت بو حمد مع السوق خارج خارج هذا العرض نقول توصل لسعر العرض الموجود ولا ما يعطونك لا لا ما يعطونك ما بيعطونك بل في ريال عقبة طلعت روح نعم والله دي مدعوم من اللي ميل الله يطول عمره وشي طيب صراحة نعم بيض الله وجه كنت بعد ما قسرت في هذا اللقاء طيب لكن بعد راح نكون متواصلين معاكم من معرض الأهالي وسوق الأهالي للماشية راح نشوف الخرفان اللي موجودة واللي دعمت أيضا من الجهات الرسمية وراح نلتقي أيضا مع أحد من خارج السوق ونشوف بعض الحظائر اللي يكرم من يسمع وأسعارها في هذا الشهر الكريم عزا المشاهدين متابعين برنامج رمضانيات ومن خلال جولتنا في سوق المواشي نقول هذا السوق المفتوح السوق الحر راح نلتقي مع أحد إخواننا اللي جاي يشتري نتعرف عليه محمد الحايف ونعم أخوي محمد كلمني في البداية عن أنك جاي تشتري إن شاء الله حق رمضان لكن كيف شفت الأسعار خارج الدعم الحكومي والله الأسعار غالية خارج الدعم الحكومي لكن حكومتنا الرشيدة الله يطول عمره عمين الشيخ تميم والوالد الله يحفظه ورئيس مجلس الوزراء عبد الله بن ناصر ما قصروا حطوا الدعم الحكومي وهذا الدعم يخدم المواطنين بشكل عام والدعم هذا يقوم على الناس اللي من بره الدعم ينزل في الأسعار قبل شوي بلف وخمسمية بلف وربعمية وأقل شيء ألف ومتين نعم لكن أخوي محمد في الدعم راح يكون ما بين الثمانمية وخمسين والتسعمية وخمسين نعم صحيح نشوفها مناسب هذا مناسب جدا على الأسعار اللي نشوفها الآن بره الدعم كويس راح يساعد أخوي محمد أن تنزل الأسعار خارج الدعم والله أكيد إذا صار الدعم بثمانمية وخمسين اللي شاء أشتري بلف ريال في فرق نعم تتوقع كم راح ينزلون توقع شخصي كم راح ينزلون من الأسعار لو صار ما بين ثمانمية وخمسين وتسعمية وخمسين بالنسبة للبلدية الخرفان البلدية بتكون أغلى شوي من المدعومة لأن المدعومة مستوردة وتكون اللحم مش يعني في فرق فبيكون يعني معلد دوحة أفضل شوي نعم بارك الله فيك أخي محمد خلنا نشوف الوالد ننتقل للوالد ونشوف مع الكاميرا من خلال جولتنا والمعروض من الحلال نقول من الخراف سواء كانت محلية أو مستوردة نشوف أن السوق فيه كثافة وكثرة في العرض لكن خلنا نشوف الوالد شي يقول ما الخروف بشبعمية وخمسين الصغير الصغير ولا بثمان مية ولا بتسعمية يقول لك بلفوا ميتين بلفوا ميتين يعني أسعار خيالية وأشوائي يعني بخالد تتمنى يحددون الأسعار في جهة حكومية تحدد الأسعار لا ما حد ما يقدرون لأن هذا لطال عمرك يشترون مشتروات مبرة ومختلفة لكن يريت يريت إن فيه مراقبة مراقبة طال عمرك نعم عن الأشوائي أما عجوز بتعبانة ولا شاي بتعبان ولا شباب ما يعرف الأسعار ما يعرف الأسعار فيليت ملاحظة في السوق هنا يليت أنا أتمنى الشيداء وإن شاء الله فيهم بركة نعم فيهم بركة البلدية وكلهم إن شاء الله فيهم بركة نعم وسلامتك من قال سالم إحنا نشكر الوالد أبو خالد بيظل وجهك ونعم ونعم يا الهاجري يعني هذه بعض الكلمات ومن مواطنين اللي أكيد لهم وجهة نظر في هذا السوق سواء كان البيع الحر أو نقول البيع من خلال طبعا المدعوم والمدعوم أكيد الوالد أبو خالد ذكر أنه ما عليه كلام بحكم وأيضا أخونا محمد أيضا ذكر أنه أن الأسعار مستغرة ومحددة من قبل الجهات الرسمية دائما نقول بارك الله فيكم وإزاكم الله خير سواء كانت البلدية سواء كانت وزارة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك كل من له يد في هذا الدعم نشكر جزيل الشكر لكن خلكم معانا في فقرات أخرى من خلال هذه الحلقة راح نلتقي مع واحد أعتقد النشاري أعتقد النشاري مرحبا يزول ممكن تنزل عشان ما تتعبس إزاك الله خير طيب هذا شنوعه الخروس؟ بلدي بلدي كم خدته؟ الله ما خدتان كم خده صاحبه؟ أخده 800 800 سعره زين تشوف في السوق؟ زين زين ما ينزل عن هذا السعر في السوق؟ الله ما ينزل طبعا بره الدعم هذا بره الدعم نهاية 800 800 يعني كم كيلو تتوقع هذا فيه؟ الله توقع فيه 11 11 كيلو بارك الله فيك مشكور يا زول بارك الله فيك يعني مثل ما شفتوا واحد من أصحاب المعارض وهم يخدمون أكيد أنهم يخدمون الزبون ويساعدونه ونقول الله يساعدكم في هذا الشهر الفضيل يعني أكيد أنكم تتعبون وتترزقون نقول إن شاء الله يفتح لكم باب رزق وأيضا يهني أصحاب الحلال في بيعهم ويهني نقول اللي شرح هذا الحلال وياكله بصحة وعافية عزاء المشاهدين طبعا إحنا زرنا سوق الغنم في السوق المركزي قابل شهر رمضان الفضيل حتى نشوف استعدادات أهل قطار وأيضا استعدادات السوق بمدوم هذا الشهر الفضيل ويمكن شفتوني أنا من خلال خبرة المتواضعة أني أشوف بعض الخرفان لكن أكيد أني أنا أستعين أيضا بأهل قطار وأهل الخبرة لما أجي أشتري هذه الخرفان طبعا لشهر رمضان الكريم نفضل السمين منها لكن الحين خلكم معانا بالروح من السوق المركزي وأيضا رح نكون في أرجاء السوق المركزي لكن في قسم آخر وهو سوق السمت حياكم معانا رمضانيات الفضيل رمضانيات الفضيل خلال برنامج رمضانيات رح نلتقي مع أحد المواطنين اللي اليوم قبل رمضان بأيام غليلة صورنا هذا التصوير ويمكن شفنا من خلال الكاميرا سوق الحراج أو دلالة على السمت لكن الحين احنا في الجبرة الرئيسية اللي هو يباع فيها بالكيلو حياك الله يا أخوي نتعرف عليك علي الماجد ونعم أخوي علي نقول لك كل عام طيب عساكم العوادت شهر رمضان مبروك علي وعليكم الشهر إن شاء الله وعلى الشعب القطر الكريم آمين أخوي علي قولي بالنسبة لرمضان هل الأسماك أو أسعار الأسماك ترتفع بحكم الناس يمكن تعتمد على اللحوم والدجاج بشكل يعني كبير لكن هل السمت لا دور في رمضان يعتمد في الأخير على العرض والطلب إذا في طلب كثير بيكون أكيد الأسعار ترتفع بس عموما في رمضان الناس ما تترك السمت يعني يتم معه عارف انت السمت مهما كان ما ينترون حتى له أسعار ترتفع بس عموما الأسعار دائما مختفع يعني فتح الأخير خصوصا قبل رمضان وحن داخلين في رمضان يمكن شوي أول أسبوع من رمضان احتمال الأسعار شوي تنزل لأن الناس متأتعرف متعودين على التريد وعلى اللحم بس بالليل والغبقات ما تخلى من السمت نعم نقول الغبقات أكيد أن السمت يمكن تكون وجبة رئيسية في الغبقات صحيح لذلك أهل السوق نقول يعرفون أن هالقطر عندهم غبقات لذلك أسعار السمت في بعض الأحيان ترتفع؟ لا 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 هذا ما لا علاقة بعض السعارة علاقة بعد لا علاقة بالجو إذا الجو هوا ويأثر على السعر يكون ما في السمت كثير فيرتفع سعره حتى له نوعية السمت مش يعني للحد المطلوب فما يعتمد على رمضان وغير رمضان يعتمد على العرض والطلب لكن عموما الأسعار حاليا مرتفعة مرتفعة؟ لا أعتقد راح تنزل حتى في رمضان لأن فيه طلب نعم أخي علي ش تفضل من أنواع السمت؟ والله طبعا نحن القطع نفضل الصافي الحمام الهامور الشنعة أنت جاهز نفسك حق رمضان لا أنا ما جاهز أنا بشكل دوري أنا ما أترك السمت أنا ما تترك السمت نقول مبروك عليك الشهر والله يعود عليك بصحة وسلامة تسلم يا أخي علي خلونا ننتقل بعد لأحد إخواننا مساك الله بالخير شونك نقول مبروك عليك شهر أول شيء نحن هذا البرنامج حق رمضان لكن بنتكلم عن السمت في رمضان تتوقع تزيد أسعاره ولا تنزل لا رمضان تزيد أسعار تزيد رقم لا يشير علينا أغبال في رمضان يحبون السمت لكن نقول الفطور القالبية تعتمد على لحم وديدي بس حق الغبقات في الليل نعم بعصات التراوي نحن نشوي الغبقات فلنحب أن نأكل السمت وبالذات الصافي الصافي يكون مرفوك رمضان جدا نزل نقول الغبقات والغبقات تعتمد على السمت طيب شنوح السمت اللي يكون في الغبقات شوو أهم الشنعج والصافي والهمور والهمور نعم نعم لماذا لنوع الثاني ما عليها الطلب مثلا لا نعلم لا نعلم فيها مثل الآن يعني برقبان فيها بعض الشباب لا يرقبون فيها لأن فيها عظام بعض السمت فيها نعم طيب يفضلون الهمور يفضلون الصافي والشارع نزل نقول اليوم السوق مليان ما شاء الله والمطروف من السمت الخير وايد تتوقع في رمضان بهذه الكميات ولا أحيانا لا لا أعتقد أقل من هالكميات أقل نعم لأن حين السمت الفائض هنا يصجرون حق الزبرة فترة رمضان متة يتشتري إن شاء الله نعم يعني بعد الفطور ساعات وأحيانا أكثر شيء بعد صلاة التراويح نعم هذا يأخذ راحتي لكن سألنا اليوم قالوا لنا أن السوق حسب علمنا من البايعين أن في السنوات السابقة كان يفتح فقط في الفترة الصباحية لكن لا في رمضان كان يفتح خبر في الليل يفتحون في الليل يفتح المغرب إحنا إذن ودنا بعد ودنا هذا الشيء صدي نعم شاريت شيء ولا لأ الحين أخذت تنعتين الحين نعم شون سعرها مناصب على 35 35 إن شاء الله نتمنى ما أنك تقول مناسب نتمنى أنه في رمضان يجب هذا السعر أو أقل أو أقل يكون أفضل نعم لأنه من كم يوم كان ويل كان عادوصل على 70 ريال نعم والهمور على 120 ريال نعم وكيف يعتبر غالي يغارجوا نعم يعني لماذا تقدر تأخذ لك همور واحد بـ 500 ريال إذا ما شاريتم الحراج لا لأنه ما ما أخذ الكمية ش سوا فيها لو مع حج السنة من السنين سويتها دمعنا نحن رابع أربع شراكة شراكة وشارينا نذاك السمج وطلع علينا أرخص من السوق نعم هي والله وزعناها نعم بارك الله فيكم نقول لك مبروك عليك الشهر والله يعود عليكم السالمين جميع المشاهدين الله عزيكم بارك الله فيك عزيزي المشاهدين مثل ما تشوفون في صالة المزاد أو في ساحة المزاد عدد كبير من السمج وإحنا الحين يمكن عند الجنعد لكن أعتقد أن هذه الكميات تستمر حتى أيام رمضان وهذه نحن اليوم نسجل قبل رمضان طبعا استعدادات الأهالي والأسر لرمضان لكن يعني على سبيل المثال نتكلم عن الشنعد الشنعد ما شاء الله بكثرة لكن نتمنى أيضا خلال الشهر الفضيل أنه ما يرتفع سعره لأنه الشنعد متعارف عليه يمكن يكون للغبقات أكثر يمكن السفرة تخف أيام رمضان سفرة رمضان عن السمج لكن في ناس كثير من هالقطر ما يستغنون طبعا عن السمج وهذا التببان مثل ما تشوفون خلكم وياننا وتابعوا عزاء المشاهدين شفنا سوق السمج وما يدور في سوق السمج وبعض المتبضعين أو المشترين للسمج في رمضان وتجهيزاتهم وأيضا شفنا سوق اللحم وشفنا سوق الخضار وما زلنا مستمرين في جولتنا في السوق خلكم معانا عزاء المشاهدين في سوق الخضرة وفي السوق المركزي أكيد أيام رمضان يكثر الزوار لشراء بضايعهم خلال الشهر الكريم لكن خلونا أشوف الوالد حياك الله يبه مبروك عليك الشهر الله يبهر فيك الله يسلمك قل لي يبهر هذه سوق الكيلو نعم تفضل في رمضان أنك تشتري من سوق الكيلو ولا بالجملة بعد سعاد هنا بعد سوق الجملة مزان شال أحسن عندك والله شالي تشوفه أحسن هناك أرخص بس أطيب أحسن هنا أطيب يعني تأخذ بالكيلو كيلو تنقي وهذه يعني تتوقع في رمضان تتغير الأسعار ولا هي هي لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هاي شلونك طال عمرك مبروك عليك الشهر الله يبارك الناولك إن شاء الله أني يهدريه آمين الله يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله يتقبل من نامكم إن شاء الله الله سعر آمين قولي لي أنتي ما شاء الله اليوم يعيس سوق الكيلو نعم إن زين ليش ما تشترون مثلا نقول من سوق الجملة الكراتين الصباح تكفر حر أنا تعباره لا أستطيع أني أذهب للحر والحتي أخذ بالكيلو نعم نعم إن زين في رمضان تشوفين الأسعار مثلا ترتفع ولا هي هي لا 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 ترتفع حين أيام حر وصيف أيوه زين كم يوم تقدرين تشترين أقراض البيت والله كل سبوع كل سبوع كل سبوع زين فرمضان تزيد حين عائلة نعم حين عائلة كبيرة عائلة كبيرة حوالي ثلاثين نفر ما شاء الله بارك الله فيك يا أمي ونقول مبارك عليك الشهار والله يتقبل صيامكم وقيامكم يا رب يا بعدي تبارك لنا لك وإن شاء الله وصالح الأعمال وكل مسلم وكل من يصومه وكل من يسلم آمين آمين بارك الله فيك يا أمي بارك الله فيك يعني مثل ما شفتوا أمنا في هذا السوق وأحد إبهاتنا من زوار هذا السوق فعلا يمكن الجو هالأيام يكون شوية حار لكن نتأمل إن شاء الله أيام رمضان وأيام الخير والبركة تزيد هذه الأيام وأيضا تكون الأسعار في متناول يد الجميع سواء كان في سوق الكيلو أو في الأسواق المجاورة وأيضا يمكن في السطحات محلي لكن خلكم ويانا من خلال هذه الفقرة ومن خلال هذا البرنامج رح ننتقل لمكان آخر مجاور للأسواق المركزية عزاء المشاهدين ومتابعين برنامج رمضانيات متواصلين معاكم من السوق المركزي وبالتحديد من سوق الخضار والفواكه ورح نلتقي مع واحد من أهل القطر وأكيد عنده كلمة بهذه المناسبة حياك الله يا أخوي الله يحييك وبداية نبارك لكم برمضان مبارك الشمو الأمير والشعب الغطري الكريم والمواطنين والمقيمين والأمة الإسلامية إن شاء الله ينعاد عليهم بخير والسلام إن شاء الله نعم آمين في البداية يقول لي يعني سوق الخضارة في الرمضان هل تعتقد أن هناك تغيرات في الأسعار وفي المعروض ولا هو نفسه طوال أيام السنة لا أتوقع أنه نفسه طوال أيام السنة والأخوان في البلدين ما يقصرون وحماية المستهلك مراقبين معهم ونفس المعروض هو نعم نعم الشاي تشتري اليوم إن شاء الله إن شاء الله خضرة الطباخ من بطاطس من طماط من خضرة الطباخ ليش ما فضلت يا أخوي إنك مثلا تروح السطحات أو نقول الرمبات مثل ما هو متعارف عليها اللي هي تبيع بالجملة حاب أني أخذ على شغلة الكيلو على أسبوع كل أسبوع تقريبا نعم طيب يطلبون منك في البيت مثلا نوع معين من الخضار للطبخ ولا أنت رب البيت وأنت اللي تجيب على كيفك لا لا أنا اللي تجيب على كيفي وخضار الطبخ معروفة نعم إذا بيتخيرهم بيتخيرهم في الفواكه وما فواكه لكن الخضار الطباخ معروفة نعم الفواكه نقول تغل في رمضان طلب عليها يقول لأنا حكم طول النهار وانت صائب في فترة بسيطة للإفطار كن فيها شوية وجبات بس نعم مع العلم هناك نشرة تصدر من حماية المستهلك تركزون عليها ولا أنت تفاصل بينك وبين البايع لا أنا والله فاصل بيني وبين البايع النشرة هذه طويلة بتتبع فيها في الجرائد يوجد الخضر اللي تبعد أخذه ولا تقايس ولا كذلك تروح السوق وتقايس بينه نعم وتفاصل ما بين محل ومحل نعم المحلات أصحاب المحلات أيضا يعني لما تفاصل توصل لسعر مناسب؟ توصل لسعر مناسب معه تفاصل ما بين محل والثاني والثالث توصل لسعر اللي تبعي نعم بارك الله فيك ونقول تغبل الله طاعتكم في هذا الشهر الكريم منه منكم إن شاء الله صالح الأعمال عزا المشاهدين شفنا بعض الآراف ما يخص الخضار والفواكف في السوق المركزي لكن ما زلنا متواصلين وياكم تعالوا ويانا بالروح الميرة ونشوف بعض الأسعار وما ترح أيضا ودعا من خلال طبعا وزارة الاقتصاد والتجارة من مواد استهلاكية في الميرة حياكم ويانا عزا المشاهدين وفي أحد أفرع الميرة رح نلتقي مع أحد المتسوقين في هذا الشهر الكريم يحياك الله يا خوي الله يحياك نتعرف عليك أخوك فهد فخر معك نعم أخوك فهد أنت اليوم جاي تأخذ أغراضك نقول أو ميرة رمضان نعم ما شاريته؟ والله شاريت الطحين وشاريت التومين حق البيت يعني والأغراض رمضان وهذه نعم الدهن نعم كل المواد متوفرة في الميرة كل شيء متوفر الحمد لله كل شيء متوفر طيب والآن بسعر التكلفة أيضا الميرة عرضت بعض المواد التموينية مثلا والله صراحة كل شيء ببلاش يعني وفي شيء غالي كل شيء ببلاش يعني الميرة معروفة الميرة نعم كم تتوقع بتدفع اليوم مثلا في هذه الميرة والله شوانا بتتوقع يمكن أنا لأني يعني شخصيا لأني يمكن أدفع 1200 أم 300 ريال وتكون معقولة حق الرمضان نعم طيب شفنا البعض مثلا يترس قواري بثنين وثلاث وأربعة مثلا ويأخذ يمكن زيادة عن حده شرايك في في عملية الاستهلاق الزائد لا أنا ما أيد ما أيد الشيء أنا أخذ اللي على شيء يعني على قد حالي يعني ويكفيني 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 عيالي نعم وإذا خلص إذا خلص أقدر أخذ زيادة ترجع مرة ثانية نعم نعم وأعتقد الآن أفرع الميرة مثلا والمجمعات التجارية بشكل عام في كل مناطق قطر نعم كل مكان يعني في متوفر كل مكان نعم خيفة نحن نبارك لك هذا الشهر الفضيل ونقول الله يعود عليك بالصحة والبركة ونوفق إن شاء الله وأيضاً رح نلتقي مع أحد المتسوقين في الميرة حياك الله يا أخوي نقول الله يعود عليك هذا الشهر بالصحة والخير والبركة الله يعافيك وودي من خلال نافذتكم أني أهني الشعب حلول شهر رمضان الكريم والله يوفقنا على الصيام وقياماً اللهم أمين قلني في البداية اليوم ياي تشتري أغراضك إن شاء الله للشهر الكريم والله أنا ياي أشتري أغراض هو التسوق الأسبوعي مالي هو يوم السبت ولكن هذه ثالث جمعية أمرها ومشاء الله الجمعيات متحوبة يعني هذه ثالث جمعية ويا الله ياه حصلتني موقف وقدرت أنزل جمعيتين لقبل وما حصلت موقع نصف واضح أن الكل قاعد يمير حق رمضان هزين ليش هذه ثقافة الاستهلاك اللي نقول زايد عن الحد أحياناً والله هي الثقافة هو الثقافة الاستهلاك بس هي ثقافة يعني منظورك للشهر الكريم الناس ينظروا للشهر الكريم إنه نظرات له الشهر إنني أنا لازم أجهز كل ملذة وطاب على الإفطار وعلى السحور وما بينهما فهذه الثقافة محتاجة تتغير لأن أغلب الأكل هذا هذا ما ينأكل يعني أنت ترى بتاكل اللي تقدر عليه وفي الأخير هذا كله بيها بينقط واللي فيه الخير بيوديه حق الناس المحتاجين نعم ولكن هي ثقافة الشهر الكريم بشكل عام مو بثقافة لا أنا لازم أكون أستعد لها لا ثقافة الشهر الكريم حزائزات تروح أول يوم من البضاء ما تحصل غرشة لبن نعم بارك الله فيك نقول لك مبروك عليك الشهر علينا وعليك تسسلام بارك الله فيك ما زلنا عزاء المشاهدين متواصلين معاكم ومن خلال جولتنا في الميرة راح ناخذ أيضا بعض الأراء عن الأسر واحتياجاتهم في هذا الشهر الكريم حياك الله يا أخي أهلا وسلم نقول لك مبروك عليك الشهر كل سلام طيبين أنا ودي أوجه السؤال الآن إلى زوجتك الكريمة بما أن الآن الناس والأسر بدأت نقول جاهزنا في السلح رمضان شوفين هل شهر رمضان يحتاج كثير من نقول تمييرة البيت ولا للشهر الكريم ممكن الواحد يصرف مثلا مبلغ معين يكفيه خلال الشهر كامل آه ودي حقيقة والله يعني للأسف الواحد بيشوت كثير عداد خطيئة يمكن يتربين عليها وإحنا بنلف كذا مكان لقينا في زحمة كثير جدا جدا ومش مستهلة يعني وإحنا لسه بنقول المفروض أن الشهر الكريم يكون فيه توفير مش فيه بزخ وفيه إسراف وزي كده يعني نعم نعم يعني حتى حتى أيضا ما بعد شهر رمضان يجعلين العيد ويمكن هذه ترهق ميزانية الأسرة أكيد نعم أكيد أكيد وده من سلوكيات الخطأ للشعب العربية كلها المفروض شهر رمضان عكس اللي بيحسن ده كله المفروض شهر السيام شهر تقوى شهر بر خير مش إسراف في المال كده بسراحة أنا بشوف يعني المواضيع دي سلبية جدا في المسلمين دلوقتي وفيه مسلمين تانين مش لايين فيه جامعات خيرية هنا هي أولى أنها تاخد مننا بدلا ما أنا بصرف مسلم في الشهر العادي سي خمسة بصرف في رمضان خمس أضعاف في الكلام ده عزاء المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم برنامج رمضانيات نقلنا لكم استعدادات الأسر للشهر الكريم ونتمنى أن الله وفقنا ووفقنا في هذه الحلقة نشوفكم إن شاء الله بكرة تغبل الله طاعتكم وكل عام أنت طيبين ورمضان كريم رمضانيات 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 تغبل طيب الددر, ويسوا يبط تصور درس وعبر وحل مواقب لجسوا يبط عندنا تلك المواقب عندنا كرموضان يحبين للقربي رمضانيات القربي اشتركوا في القناة